الاسم الممدود سموه ممدود عشان دايما بينتهي بهمزة قبلها حرف مد زي كلمة امتلاء زي كلمة رجاء زي كلمة حسناء التلات كلمات دولة امتلاء ورجاء وحسناء بتسمين في اللغة العربية اسم ممدود بس نوع الهمزة في التلات كلمات اللي انا ضربت بها المثال لك مختلفة يعني همزة امتلاء غير همزة رجاء غير همزة حسناء الفعل من امتلاء امتلأ وبالتالي الهمزة أصلية لأن الاسم في همزة والفعل بتاعه في همزة أما الهمزة بتاعت رجاء منقلبة لأن لو جبنا الفعل من رجاء هنلاقيه في المضارع يرجو وفي الماضي رجاء يعني في الحالتين في حرف علة هو مش شرط في الحالتين أنا بقولك بس أنه المعتل الآخر لو جبت الفعل من الاسم الممدود ولقيته معتل الآخر يبقى نسمي الهمزة منقلبة يعني رجاء بناء سماء ليه؟ عشان رجاء يرجو بناء يبني سماء يسمو في حرف علة فبنسميها منقلبة أما حسناء فلو جبنا الفعل منها حسنة لها نلاقي همزة ولا علة وبالتالي بنسمي الهمزة هنا زائدة إذن أنواع همزة الممدود تلاتة إما أصلية إذا كان الفعل بها همزة وإما منقلبة إذا كان فعلها في أخر حرف علة لو الوا أو الألف أو الياء وإما زائدة لو كان الفعل مثل خضراء وحسناء لأن خضراء وحسناء ليس آخرهما لا حرف علة ولا إيه ولا ياء ولا حرف علة ولا همزة لأن ليس آخرهما حرف علة أو همزة اتعلمنا أن الهمزة أنواع همزة أصلية وهمزة منقلبة وهمزة زائدة المعلومة دي هنستفيد بها جدا دلوقتي في تسنية الممدود وجمع جمع مؤنث سالم يعني كلمة إنشاء لو حبيت أجيب مثنى إنشاء أعمل إيه؟ تعملش أي حاجة؟ كل اللي هتعمله هتزود الألف والنون أو الياء والنون بتاعة المثنى؟ يعني إنشاءان أو إنشاءين حسب الإعراب بقى وتزود الألف والتاء في جمع المؤنث السالم تقول إنشاءات كلمة امتلاء امتلاءان أو امتلاءين وامتلاءات ليه؟ قال القاعدة بتقول إن الهمزة الأصلية تبقى عند التثنية والجمع يعني إيه تبقى؟ ما حصلش في أي حاجة يبقى أي اسم ممدود بينتهي بهمزة أصلية كل ما عليك أن تضيف علامات المثنى وعلامات جمع المؤنث السالم ولا تفعل بالهمزة أي شيء طيب افرد وانا بجمع الكلمة افرد الاسم الممدود اللي كان مندهوني جت أشوف أصله لقيت منقلبة أصل الهمزة يعني لقيتها منقلبة زي كلمة بناء مثلا لو جت جبت الفعل بنا يبقى الهمزة منقلبة طب أعمل إيه؟ في الحالة دي سيب الهمزة زي ما هي من حقك وتحط ألف ونون وألف وتاء يعني في بناء نقول بناءان أو بنوان بناءات أو بنوات خلي بالكم ما فيش حاجة اسمها بنايات بنايات موجودة في العمية ماشي ممكن أبنية بس ده جمع المتكسير أنا مش عايز أجمع جمع تكسير أنا جت فرضت عليك وقلتلك اجمع لي كلمة بناء جمع مؤنث سالم بكل وجه ممكن أو جت قلتلك صوب الخطأ فيما يأتي وشاهد بنايات كثيرة حولنا يبقى دول سؤالين معتمدين على معرفتك القاعدة أن الهمزة في الاسم الممدود الهمزة المنقلبة في الاسم الممدود عند التثنية والجمع إما تقلب واو وإما تبقى همزة ما فيش حاجة ما تقل بيها بقى يبقى كلمة بنايات غلط مية في المية إنما بناءات وبناوات صح فلذلك لابد أن نلتزم بالقاعدة طيب افرض لقيت الهمزة زائدة يعني جات لي همزة زي همزة حسناء أو همزة خضراء في الحالة دي لو سمحت هتقلب الهمزة إجباري واو يعني شايبة في احتمالين حسنوان حسنوين وجمع المؤنث حسنوات خضراء عايز أجيب المسنة بتاعها عشان الهمزة هنا زائدة لأن الفعل من خضراء خضراء إذن الهمزة زائدة لابد أن لازم المعلومة دي الأول أخطو بها يعني لازم الأول أمر عليها الأول أشوف الهمزة دي إيه يبقى حسناء زائدة في الحالة دي إجبار القاعدة أو المعلومة التانية بتقولك لازم تقلبها واو يبقى حسنوان أو حسنوات خضراء أو خضراء صحراوان أو صحراوات وهكذا الخلاصة الهمزة الأصلية تبقى كما هي عند التسنية والجمع الهمزة المنقلبة تقلب واو أو تبقى كما هي في الإسم الممدود اللي هو الهمزة المنقلبة الهمزة الزائدة تقلب واو إجباريا مثل حسناء حسنوان أو حسنوات ترجمة نانسي قنقر